المنتدى البرلماني الدولي للعدلة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين بشركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد ناسادس يناقش عدة محاور الجلسة الثالثة لهذا المنتدى البرلماني الدولي صلت خلالها المشاركون الضوء على موضوع حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية المنتدى كان في المستوى وكان مجموعة متدخلين كانوا سواء دوليين أو وطنيين وكانت وزارة مجلس المستشارين أيضا والمجلس الاقتصادي والبيئي ورئيسة أيضا المجلس الوطني للحقوق الإنسان كان حضور في المستوى حتى النسيج الجمعوي كان في المستوى وعطوا واحد مجموعة من مداخلات والأراء والتوصيات اللي مرق منها هذه المنتدى اليوماتية وكان بين التوصيات أن الإمكانيات البشرية في مجال الصحة كانت سواء بشرية سواء مادية كانت ضعيفة جدا والبنيات تحتية أيضا من ناحية المستشفيات باش تكون عندنا واحد صحة اللي هي صحة جيدة للمواطن والطبقات الهشة هو أنه خاصة تكون تصدر واحد الميزانية باش أنه يدير بنيات تحتية وباش أنه يكون عندنا الأطباء اختصاصيين في مجموع المجالات ويهدف الملتقى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في نسخته الرابعة إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية وذلك عبر مشاركة فعالين مؤسستيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين